السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل مشاهدينا حلقة جديدة من برنامجك وبالدعاء انا مش عايزة بالكو يكون مشغول خالص ولا تشيلوا اي هم اي سؤال هيدور في ذهنكو ان شاء الله هنجوابكو علي عشان كده احنا كل كام حلقة بنعمل حلقة مفتوحة نستقبل فيها اسئلتكو وتليفوناتكو مع ضفنا الشيخ احمد الملكي انا علمان اظهر الشريف اهلا بك يا شيخ احمد احنا كده لحد ما يجينا بقى نستقبل تليفونات مشاهدينا النهاردة الفقرة يعني مفتوحة عايزة اسألك انه احيانا كتير بيجينا سؤال انه حد مثلا تقول انا حاسة ان انا مظلومة حاسة بظلم كبير وقع علي ما ببقاش عارفة ادعي اقول ايه الحمد لله وصلي الله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لا حول ولا قوة الا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم لما ننظر في كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام احوال السلف الصالح رضي الله عنهم في قضية من وقع عليه الظلم وهو لا يستطيع ان يدفع هذا الظلم عن نفسه فماذا يفعل حيفوض الامر الى الله عز وجل لكن علماءنا علمونا شوية حاجات كده اللي هو من ضمنها مثلا الدعاء مهم جدا هنقوله سبع مرات اللي هو حسب بس بيقين وصدق يعني حسبنا الله ونعم الوكيل حيقول سبع مرات حسبنا الله ونعم الوكيل ولو كانت حسبنا الله ونعم الوكيل بعد جاد بعد إن إنسان يتوضه ويقوم ويصلي ركعتين اللي هي صلاة الحاجة أنا بصلي ركعتين بنيت قضاء الحاجة حكت إيه إني أدفع الظلم ده عن نفسي وبعد ما خلص الصلاة وأنا قاعد في نفس المكان كده فأقول حسبنا الله ونعم الوكيل سبع مرات بيقين حسبنا بس ما زودش عن كده حسبنا الله ونعم الوكيل ويكون حاطت في عقلي الإنسان اللي هو ظلمه ده أو الحاجة اللي هو عاوز يتفحى عن نفسه يبقى مستحضرها كده هو بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل فديتها إيه دي قالها سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار فنجاه الله عز وجل ودفع عنه الظلمين وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد ابن عباس رضي الله عنه قال الكلام ده قال محدش بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل إلا نجاه الله رب العالمين يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل ويستحضر الحاجة اللي هو عاوز يتفحها عن نفسه كده في عقله نبدأ وناخد